أهلا بكم من جديد شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن إطلاق الميليشيات الإنقلابية في الجمهورية اليمنية صاروخا بلستيام باتجاه مكة المكرمة والذي عقد اليوم بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وقد أكد معاليه همية الاجتماع الذي يعكس سشعارا عميقا بجسامة الحدث ويجسد موقفا إسلاميا موحدا وواجبا على الدول والشعوب الإسلامية أن تردع كل من ينتهك حرمة الأراضي المقدسة قايل معاليه إننا أمام تطور خطير وسابقة غير مقبولة من ميليشيات إجرامية لم ترعي حرمة لأقدس مكان للمسلمين ولم تقم وزنا لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم فلا يمكن أن نثق فيها أو نأمن مكرها ومكرما ورائها فمن لم يرعي حرمة مكة المكرمة فإنه لن يرعي حرمة لأي دولة وأن قيامها بهذا العمل الإرهابي الآثم بالصواريخ الباليستية هو دليل بارز على إمعان هذه الميليشيات في تجاوزاتها ورفضها المستمر للإنصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته وسعيها الدائم لإفشال المساعي الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وأكد معاليه أن الاعتداء الإرهابي والاستهداف المشين لبيت الله الحرام هو انتهاك لكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية قال معاليه إن كل مسلم يشعر بعظيم الفخر والاعتزاز بما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين من دور عظيم في حماية الأراضي المقدسة وما تقوم به من عمل جليل في خدمة الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار وهي الجهود التي لا يمكن لأحد إنكارها أو الإساءة إليها أو التشكيك فيها وجدد معالي وزير الخارجية تضامن مملكة البحرين ووقوفها صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة جميع أشكال الإرهاب وضد كل ما يحاول أن يمس أمنها أو يستهدف المقدسات الدينية فيها وتأييدنا لها في كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها مؤكدا أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن العالم الإسلامي أجمع وأوضح معالي أن الميليشيات الإنقلابية في اليمن أضحت أداة معادية للعرب والمسلمين وأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سيواصل دوره وبكل قوة لتمكين الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عدرب منصور هادي من القيام بكافة مهمها لبسط الأمن وإعادة السلم للجمهورية اليمنية وقال معالي وزير الخارجية إننا لسنا ضد أي طرف يمني يعمل من أجل وطنه وسنظل نقفه بكل قوة مع الشعب اليمني الشقيق بجميع مكوناته الوطنية لصد كل من يريد الإضرار به أو يسعى إلى إطالة أمد معاناة أبناءه وقد صدر عن الاجتماع الطارئ بيان طالبت فيه الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد الاعتداء الآثم من قبل ميليشيات الحوثي صالح باتجاه المسجد الحرام في مكة المكرمة ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح كما أكد القرار على تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة وتقديم شكوى من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة